سين ما مصير غير المسلمين الذين لم يبلغهم الإسلام جين من عدل الله عز وجل أنه لا يعذب قوما إلا بعد البلاغ وقيام الحجة عليهم ولا يظلم ربك أحدا قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا إخبار عن عدله تعالى وأنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه بإرسال الرسول إليه فالذي لم يسمع عن الإسلام ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم تبلغه الدعوة بشكل صحيح فإن الله لا يعذبه على موته على الكفر فإن قيل فما مصيره فالجواب أن الله يمتحنه يوم القيامة فإن أطاع دخل الجنة وإن عصى دخل النار والدليل على ذلك حديث الأسود بن سريع أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال أربعة يحتجون يوم القيامة رجل أصم لا يسمع شيئا ورجل أحمق ورجل هرم ورجل مات في فترة فأما الأصم فيقول رب لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا وأما الأحمق فيقول رب لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفوني بالبعر وأما الهرم فيقول رب لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا وأما الذي مات في الفترة فيقول رب ما أتاني لك رسول فيأخذ موافقهم ليطيعنه فيرسل إليهم أن دخلوا النار قال فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما وفي رواية فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما ومن لم يدخلها يسحب إليها